اشتركوا في القناة سنوها بأهمية تبادل الزيارات ولقاءات والرسائل بين المسؤولين في الدول الشقيقة ودورها في تقوية التضامن العربي وتكثيف الجهود لمنع تدخل الأجنبي في الشأن العربي الداخلي في ظل الظروف الرهنة التي تمر بها المنطقة ومستجداتها وخاصة لقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة مع أخي سمو شيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى لقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة شقيقة يوم أمس ولقاء جلالة الملك المفدة مؤخرا مع فخامة الرئيس عبدرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة حيث رحب مجلس الوزراء بنتائج هتين زيارتين على صعيد التعاون والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بعد ذلك عبر مجلس الوزراء عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة بضحايا حادث تحطم طائرة الركاب التابع لشركة طيران فلاي دوبي قرب مطار روستوف جنوب روسيا كما أعرب المجلس عن صادق تعازيه ومواساته لقيادة جمهورية روسيا الاتحادية وشعبها الصديق جرأ هذه الكارثة المفجعة وفي ضوء استعراض المجلس لسير العمل في مشاريع تطوير الأسواق المركزية فقد وجه صاحب أسم الملكي رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بدراسة وضع سوق ودرات المركزي واتخاذ ما يلزم لاستئناف نشاطه التجاري والتعجيل بافتتاحه في أقرب فرصة ممكنة وكلف سموه وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بزيارة ودرات والوقوف شخصيا على متابعة وضع السوق المذكورة بعدها وجه صاحب أسم الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى مد شبكة الصرف الصحي للإمدادات السكنية الجديدة في قرى بقوة وجبلة حبشي والسهلة الشمالية وكلف سموه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإعداد الدراسات والمخططات الفنية والهندسية اللازمة لذلك وإدراجها للتنفيذ ضمن خطة الوزارة إلى ذلك رحب المجلس بفوز مملكة البحرين بجائزة البرنامج الخليجي العربي للتنمية عن مشاريع التنمية البشرية الريادية لعام 2014 في مجال تسويق المنتجات المصنعة منزليا بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بخصوصها ما يلي أولا تابع مجلس الوزراء لإجراءات المتخذة لنقل الورش والقراجات من المناطق السكنية إلى المناطق الصناعية وفي هذا الصدد فقد وجه صاحب السمو الملكة رئيس الوزراء بإيجاد أماكن قريبة من المدن والقرى وبعيدة عن المناطق السكنية يتم تخصيصها للورش والقراجات بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية وكلف سموه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمتابعة ذلك ثانيا قرر مجلس الوزراء إسناد متابعة التزامات مملكة البحرين المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها بشأن عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل إلى اللجنة الوطنية لحضر الأسلحة الكيميائية ريثما يتم استكمال إنشاء الهيئة المستقلة التي تعني بمتابعة جميع المواضيع ذات الصلة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة وسائل إيصالها فيما أخذ المجلس علما بالتقرير الدوري الذي أعدته اللجنة الوطنية لحضر استحداث وإنتاج واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة ثالثا أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزرية لشؤون القانونية اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق عليها وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رابعا بحث مجلس الوزراء اقتراحا برغبة مرفوع من مجلس النواب بشاني أوضاع البحرينيين العاملين في البحر ووفق المجلس على رد الحكومة على هذه الرغبة على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزرية للشؤون القانونية خامسا بحث مجلس الوزراء اقتراحا برغبة مرفوع من مجلس النواب بشاني إنشاء مركز تخصصي متكامل لعلاج حالات العقمي ووفق على رد الحكومة على هذه الرغبة على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزرية للشؤون القانونية المترجم للقناة